في نفس الوقت أني أؤكد هنا على نقطة أستاذ معتسم وأستاذ فتحي نعم ولعل الإخوة المشاهدين يشاطرون فيها وهأن نحن الليبيين عندنا هويتنا لسنا بحاجة إلى مذاهب أخرى فالليبيون نحن على رأس دار لفتاء تلك القامة العظيمة شيخ صادق الغرياني أطال الله في عمره ومده بالصحة والعافية ومن معه كافينا لنا في شرح ديننا وتقديم الفتاوى الشرعية والأحكام الشرعية فيما يقص مذهب المالكي وبما عليه مجتمعنا وعرفنا لسنا بحاجة إلى أن نستورد ثقافات أخرى ولا فتاوى من بلدان أخرى ولا أيديولوجيات كما هو حاصل اليوم من جهات أخرى نحن عندنا هوية وطنية وفي الإمكان أني أذكر هنا لسادة فتح العسكري وأذكر وزارة التربية والتعليم أنه عندما أنشئت التانويات التانويات التخصصية ومن بينها تانوية العلوم الاجتماعية وفيها شعبة العلوم الشرعية هذه التانويات هذه الشعبة العلوم الشرعية وشعبة اللغة العربية يعني ألف لها أساتذتنا ومشائخنا لفاظ المناهج الفقه والحديث والعقايد والتفاسير الشيخ عبداللطيف الشوير فطال الله في عمره الشيخ عبدالسلام بناجي رحمه الله الدكتور فاتح زقلام الشيخ سالم مرشان رحمهم الله كل هؤلاء العلماء ألفوا لهذه التانويات وكتبهم موجودة ويمكن الاستفادة منها حتى في منهج التعليم الدين الآن هؤلاء كتبوا كتابات قيمة الشيخ صادق الغرياني في الإمكان تحويل كثير من مؤلفاته وأخذ منها ما يفيدنا في الفقه وفي الميرات وفي التفسير لمنهج التعليم الديني